توسيع التحالف الاستخباراتي بين الولايات المتحدة وحلفائها يثير جدلا في الكونغرس الامريكي التحالف الحالي هو بين خمس دول ناطقة بالانجليزية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا ويعرف باسم العيون الخمس وهناك سعي لتوسيعه إلى العيون التسع بضم الهند واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية في ظل منافسة مع قوى عظمى يبدو أن اقتراح توسيع العيون الخمس يساعد على تجانب الولايات المتحدة وشركائها المفاجآت المتعلقة بروسيا والصين أعتقد أن المحللين في واشنطن وأماكن أخرى فوجوا بالوتيرة السريعة للإنجازات العسكرية الصينية وبعض الإجراءات الروسية مثل تدخل العسكري في سوريا أو أوكرانيا من فوائد مشاركة الدول المقترحة قرب ثلاث منها وهي اليابان وكوريا الجنوبية والهند من الصين رغم أن لا مقر أو فريقا رسميا للتحالف لكونه شبكة غير رسمية تربط المنظمات الاستخباراتية لهذه الدول أما فكرة توسيع التحالف فقدمت كبند ضمن مشروع قانون تفويد الدفاع الوطني في الكونغرس وتثير لغة حول فوائد ضم هذه الدول وأختار ذلك إضافة إلى العوائق مثل العوامل الثقافية التي تلعب دورا رافضا للأجانب حينما يتعلق الأمر بمشاركة المعلومات مع دول أسيوية ليس من الواضح لي إن كان الأعضاء الآخرون سيدعمون انضمام الدول الأربع ولا أعرف ما إذا كان الهنود سيرغبون بالانضمام لأنهم ليسوا حليفا عسكريا للولايات المتحدة هذا مشروع في الكونغرس لذا من الجيد معرفة وجهات النظر لتجانب المفاجآت من روسيا والصين أحد عوائق توسيع التحالف هو التخوف من التجسس المتبادل بين دوله رغم الاتفاق على عدم القيام بذلك كما أن التوسع يعني فرصا أكبر لخصوم الولايات المتحدة لمعرفة أسرارها والأسليب الخاضعة لحماية مشددة رغم الجدل حوله فإن قرار توسيع العيون الخمس إلى العيون التسع محصور بيد الكونغرس وحده والذي سيحصم الأمر قريبا حسين الطاود العربية واشنطن